أفدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الولايات المتحدة قليقة من استغلال إسرائيل لمعلومات استغباراتية أمريكية لإشان عمليات في قطاع غزة وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن منعت إسرائيل من استخدام معلوماتها الاستغباراتية لاستهداف مقاتل حماس لكنها تسمح باستخدام المعلومات لتحديد أماكن المحتجزين مشيرة إلى أن قوة من قوات النخبة الأمريكية تعمل في إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة